أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة دكتور فالح العزب اليوم انتخاب دولة الكويت نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وأكد الوزير العزب على أهمش مشاركته في الاجتماع الستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أن اختيار الكويت لهذا المنصب يدل على التعاون المثمر وعمق العلاقات بينها وبين الدول العربية وأوضح أن اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل ناقش العديد من القرارات التي تصب في مصلحة العمل العدلي العربي المشترك مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية جاءت على رأس الموضوعات التي ناقشها المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بحضور دولة الكويت والتي ترأس وفدها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح عبدالل العزب تم انتخاب المملكة العربية السعودية ممثلة بالدكتور وليد الصمعاني رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وكذلك لله الحمد تم انتخاب دولة الكويت ممثلة بشخصنا المتواضع كوزير للعدل نائباً لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وهذا اندل يدل على بدون ادنى شك التعاون المثمر بيننا وبين الدول العربية وبالتالي كل هذه الأمة هي مكملة لبعضها وما الدور الذي علينا وعلى المملكة العربية السعودية إلا مكمل لمن انتهى إليه زملائنا وزراء العرب جميعاً أعضاء المكتب التنفيذي لوزراء العدل ناقشوا أيضاً تعزيز التعاون القضائي من خلال إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والقريمة المنظمة بالإضافة إلى إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعويض ضحايا الإرهاب تأكيد على التعجيل في التشريعات والاتفاقيات لمكافحة الإرهاب حتى يواجه الوطن العربي هذه الآفة وبالتالي الدول العربية أيضاً بصفتها أعضاء في الأمم المتحدة قد تمت الاتفاقيات وتم تنفيذها في دولهم وبالتالي علينا أن نسرع في هذه الاتفاقيات حتى يعني يواجه الوطن العربي مجتمعاً يعني آفة الإرهاب والقضاء على منابعه وتجفيف منابعه يأتي اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب في وقت بالغ الحساسية حيث تبذل الدور العربية جهوداً كبيرة في مكافحة الإرهاب والقريمة المنظمة بالإضافة إلى محاربة الفساد ودعم العدالة الجنائية ياسر سعد تلفزيون دولة الكويت القاهرة ترجمة نانسي قنقر